اشتركوا في القناة اتمرن ثم الاول تضخ مضخة 5624 لتر من الماء في الساعة في ساعة واحدة فتحت لمدة خمس ساعات كاملة داخل الخزان ثم افرغ الخزان باستعمال مضخة اخرى تضخ 6870 لتر في الساعة شغلت لمدة ثلاث ساعات كاملة باستعمال لمسات الذاكرة الحاسبة اذكر كمية الماء المتبقية في الخزان طيب لابد ان نحس بتاع خمس ساعات الاولى اذا هذه 5624 في خمس ساعات نضربها في خمس ساعات نشوف كم تضخ في خمس ساعات بعد ذلك نضرب هذه في ثلاثة بعد ذلك النتيجة اللي نصيبها ننقصها ننقصها من الاولى ننقصها من الاولى نشوفوش علق اذا نجيبوا الالة الحاسبة نشعلوا الالة الحاسبة العملية الاولى 5624 خمسة الاف وستة مية وربعة وعشرين نضربها في خمسة في خمسة تساوي تساوي ثمانية وعشرين الف ومية وعشرين ثمانية وعشرين الف ومية وعشرين نديرها في الذاكرة هذه بلوس ام رأي في الذاكرة العملية ثانية ستة الاف وثمانية وسبعين ستة الاف وثمانية وسبعين فهنا نضربها في ثلاثة تساوي تساوي عشرين الف وستمية وعشرة هذه عشرين الف وستمية وعشرة نقصها من العدد اللي راح في لام ميموار اللي هو ثمانية وعشرين آف ومية وعشرين نديروا ناقص أم طيب الآن استظهار النتيجة مشي بتساوي بأم أرسي انتبه أم أرسي آه سبعالاف وخمسمية وعشرة إذن الكمية المتبقية في خزان الماء هي سبعالاف وخمسمية وعشرة كما رأي في الحل كمية الماء المتبقية في الخزان سبعالاف وخمسمية وعشرة الليتر سؤال الثاني قالت آنايس اسم جباب ما شاء الله قالت آنايس في مدرستنا ستة عشر فوجا تربوي كي ستة عشر فوج في كل فوج ثمانية وعشرون تلميذ في نهاية السنة انتقلت إلى المتوسطة ثلاث أفواج فقط لانتقلوا للمتوسطة ثلاث أفواج من بين ستة عشر فوج اكتب برنامج حساب باستعمال لماسات الحاسبة لمعرفة كم أصبح حدد التلميذ في المدرسة بعد ما انتقلوا ثلاث أفواج للمتوسط نفي هذا البرنامج وأعطي النتيجة طيب أول خطوة نحسب نحسب عدد التلاميذ كامل اشعال ثمانية وعشرين في ستتاش نضربه ستتاش في ثمانية وعشرين النتيجة اللي نصيبوها نخلوها في الذاكرة بعد ذلك شنديرو 16 فوج ترباويا في كل فوج ثمانية وعشرين في ناسنا انتقل إلى متوسط ثلاث أفواج ثلاث أفواج إذن شنديرو 16 في ثمانية وعشرين 16 في ثمانية وعشرين ناقص ثلاثة في ثمانية وعشرين آي والله ثلاثة في ثمانية وعشرين إذن عدنا 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 شيء أين 16 في ثمانية وعشرين ونديلوها في الذاكرة ونبعد ونبعد ثلاثة في ثمانية وعشرين لاحظ هنا في الكتاب هذا كفر مديرين لاحظ أصبح عدد التلاميذ ثلاثة في ثمانية وعشرين روكم نشوفوا نديروها بالألة الحاسبة 16 نضربها في ثمانية وعشرين بنصيبوا عدد الإجمالي تاء التلاميذ والعدد الإجمالي تاء ثلاث أفواج إذن ثلاثة في ثمانية وعشرين إذن العدد الإجمالي نقش ثلاث أفواج نصيبوا ثلاثة في ثمانية وعشرين وركم نشوفوا ثلاثة في ثمانية وعشرين أوف أنا عود نشعل 16 في ثمانية وعشرين 16 في 28 تساوي 448 نديرها في الذاكرة 3 في 28 3 في 28 تساوي 84 الآن ناقص ناقصها من العدد اللي رأى في الذاكرة نديره ناقص M استغار النتيجة بMRC تساوي نتابع MRC 364 إذن أصبح عدد التلاميذ بعد الانتقال إلى 364 كما رأي في الألة الحاسبة 364 طيب ثالثا وصلت باخرة إلى ميناء بيجاية محملة بـ 14 حاوية 14 حاوية في كل واحدة كمية من الموس كل واحدة فيها كمية من الموس وكمية من التفاح فيها تفاح موس يقدر وزنها 12,460 كيلوغرام أفرغت منها 7 حاوية وما جابه 14 أفرغت 7 حاوية تحتوي على 820 كيلوغرام من الموس و 9,455 كيلوغرام من التفاح ثم واصلت إبحارها نحو ميناء الجزائر العاصمة لإفراغ باقي الحمولة باستعمال أقل عدد من لماسات الحاسبة أحسب وزن حمولة الباخرة عند مغادرتها الميناء طيب نعود وغيب شوي جابه 14 حاوية في كل حاوية فيها موس وتفاح الوزن التاحهم كامل في 14 12,460 كيلوغرام فرغوا 7 حاوية برك هذو السبعة في حاوية اللي يفرغوهم هما 28 كيلوغرام موس و 9,455 تفاح الآن سؤال وزن حمولة الباخرة اللي يبقى والسبعة الحاوية اللي يبقى واشعل وزن التاحهم طيب وزن حمولة الباخرة عند مغادرتها الميناء لجزائر هو 12,550 كيلوغرام كيف أصابوها طيب الوزن الإجمالي اللي هو 12,460 الوزن الإجمالي في 14 حاوية ولا وزن الحاوية الواحدة هذا ايه وزن الحاوية الواحدة في 14 حاوية أنا يوليلي الوزن الإجمالي كامل في 14 حاوية ناقص الوزن تاح التفاح والوزن تاح الموزن تجمعوهم ونضربوهم في سبعة إذن الوزن تاح سبعة حاوية ها هوين والوزن تاح 14 حاوية كامل ها هوين والباقي ها هوينا إذن نديروا العملية عدنا 12,460 12,460 12,460 في 14 في 14 تساوي هذا هو الوزن الإجمالي تا 14 نحاوية كامل 174,440 كيلوغرام زائد أم رانا درناها في الذاكرة طيب الآن وزن الموز اللي هو 9,455 زائد وزن التفاح 820 زائد 820 في 7 تساوي 10,275 هذه نضربها في 7 تساوي هذا هو وزن 7 الحاوية اللي فرغوهم 71,925 هذا النقصها من العدد اللي راح في الذاكرة ناقص أم استظهار النتيجة 100 و 2,515 100 و 2,515 كيلوغرام هذا هو الوزن تعال حاوية 7 اللي يبقى اللي راحوا بيوم الجزائر العاصمة طيب الروح الأبحث أبحث باستعمال لمسة الذاكرة واللمستين في وتساوي انطلاقا من العدد 15 الذي بإمكانك استعماله عدة مرات اكتب برنامج حساب يمكنك من الحصول على النتيجة 631 مليون ولا 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 شيء هذه 3 شو رامكاتبينه خطأ كاتبين العدد خطأ 631 أي والله العشرة جي منه هقلنا هنا ملاحظة الأقام ريمقلوبة إذن هذه 10 ملايين وستمائة وواحد وثلاثون ألف ومائتين وخمسون إذن 10 ملايين وستمائة وواحد وثلاثون ألف ومائتين وخمسون طيب شو ندير بانت حصل على هذا النتيجة طيب في الكتاب هذا اللي هو شو مديرين نقل لك نديره 15 في 15 تساوي باستعمال قال لك العدد 15 فقط تستعمال غير 15 15 في 15 تساوي 225 نديروها في الذاكرة هاي في الذاكرة طيب زائد 15 قام 15 نقام واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حدا ثناش ثلاثتاش ربعتاش خمستاش معناه خمستاش المرة في الام هنديرو ام ارسي ثلثة الاف وستمية قال لك اضربها في 15 في 15 اضربها في 15 خمستاش خمستاش المهم المهم تضرب في ولا في ام ارسي المهم هنا الطريقة اللي تستعملها شي هي انك خمستاش خمستاش في خمستاش وتبقى تضعف فيها بس هو قلنا هو علاقة لك استعمل استعمل في او تساوي لاحظ خمستاش في خمستاش تساوي 225 تضغب على تساوي مرة اخرى يضربها في خمستاش ها يبقى يضرب فيها في خمستاش فهمنا ولا في 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 خمستاش في خمستاش تساوي المهم تكرر التكرار تكرار على الزر مرتين يضاعف العدد طريقة هنا لما تضربها في هذا شوية كومبليكي شوفوا في كتاب الآخر كتاب آخر شاء قال لك تدير 15 في الذاكرة 15 في الذاكرة 15 في الذاكرة 15 مش عال من مرة مرة ام ارسي ما تضرب في 15 ما تضرب في 15 تضرب 15 تصيب النتيجة هذه المهم الحوصة للغاية من الثماني شوى انك تضغط مرتين ضعف سواء تساوي ولا في وكما قلنا العدد رغم مقلوب العدد 10 ملايين وستمية واحد وثلاثين الف ومتين وخمس في الاخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وزعمل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله